موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين أهلا بكم ويوم جديد من أيام الريمونتاد طبعا النهاردة برضو عندنا كلام وطبعا مشاركات الأفريقية والمباراة المهمة خصوصا في دوري أبطال أفريقيا اللي هتتلعب بكرة إن شاء الله بدنا متشاط في غاية الأهمية النادي الأهلي هيلعب مباراة مهمة مع ساندونز الزمالي كذلك مباراة مهمة جدا مع الترجي في تونس ولكن برضو خلينا نبدأ النهاردة كلامنا برضو عن منتخب الشباب منتخب الشباب اللي يعني مستني بكرة مباراة مفروض يعني مباراة زي ما بنقول الفرصة الأخيرة المباراة اللي هتحدد هل منتخبنا الوطني للشباب هل هيكمل في البطولة الأفريقية وهل هنفضل قاعدين عندنا الحلم للوصول لكاس العالم في أندونيسيا إن شاء الله في شهر خمسة اللي جاي هنشوف كلمنا مبارح طبعا ويعني كلمنا كلام كتير جدا في الأحوال إن الأحوال طبعا أكيد مش أحسن حاجة خصوصا يعني بعد إن احنا يعني اتفاجئنا إن النتائج في أول مباراتين ما كانتش على المستوى المقمول خصوصا التعادل في المقرأة الأولى في الافتتاح مع منتخب موزنبيق وبعد كده طبعا كانت الخسارة قدام منتخب نيجيريا الأمر طبعا اللي صعب علينا الدنيا بشكل كبير جدا خصوصا إن المباراة الباقية اللي حيواجهها بكرة منتخبنا قدام المنتخب السنغالي هو الأقوى مش في المجموعة بس ولكن الأقوى في البطولة بشكل عام يعني الناس اللي متابعة البطولة لما هتيجي تتكلم فيه مين اللي لفت نظرك مين شايفه من وجهة نظرك الأقوى في البطولة هتقول المنتخب السنغالي مثلا نمرة واحد وبعد كده هتبتدي تتكلم فيه منتخب جنبيا نمرة اتنين منتخب جنبيا برضو زي السنغال برضو في خلال المباراتين قدر إنه هو يفوز على تونس ويفوز النهاردة على زنبيا أقوى فرقتين أحسن فرقتين أكتر فرقتين متكملين طبعا إن بارح تكلمنا طبعا إنه إحنا في وقت طبعا لازم الدعم لمنتخبنا خلاص المباراة إن شاء الله هتبقى بكرة الساعة 7 في أستاذ القاهرة مطلوب مننا إيه مطلوب مننا إن إحنا نكسب نكسب ونستنى نشوف الأخبار إيه والمجموعة هتمشي إزاي وماتش نيجيريا وموزنبيق اللي هيتلعب في نفس التوقيت في اسماعيلية في أستاذ قناة السويس نتيجته هتبقى راحة فين وبعد كده هتستنى بعد كده تاني يوم وثالث يوم تشوف المجموعات هل إنت لو بقيت تالت مجموعتك الوضع بالنسبة لك هيبقى إيه وتولد المجموعات التانية هيبقى عامل إيه لأننا كلنا عارفين إن أول وتاني كل مجموعة هو اللي هيصعد من التلات مجموعات وأفضل فرقتين احتلوا المركز التالت من التلات مجموعات برضو هيكملوا وحيلعبوا في دور التمانية طبعا زي ما اتكلمنا مبرح كان نفسنا إن إحنا بنلعب البطولة في ملعبنا إن إحنا نصعد مسترياحين نتصدر المفروض إن إحنا بننافس على البطولة ولكن ما فيش مشكلة خالص ما فيش مشكلة حتى لو حصل في أول مباراتين إخفاق فمدام بنقول إن الأمل موجود الأمل مستمر فإن إحنا حنلعب طبعا اليومين اللي فاتوا طبعا بعد مبارات نيجيريا ابتدت الاجتماعات بقت كتير بالنسبة لكابتن محمود جابر مع لعبته وبيخرجهم من الحالة اللي هم فيها إزاي بيحمسهم إزاي بيدي لهم المحاضرات اللي هي خلينا نقول اللي بترفع الروح المعنوية نمرة واحد وده مهم جدا قبل النواحي الخططية وبعد كده نبتدي بقى نيجي نشوف النواحي الخططية ونشوف إيه الأخبار وإيه المشاكل اللي كنا بنواجهها وإيه اللي مطلوب مننا بكرة لإن إحنا بكرة مطلوب من منتخبنا حاجات كتير جدا أول حاجة الروح اللي يلعب بيها اللعيبة اللي هتبقى بكرة في الملعب لازم تبقى روح عالية جدا لأن يعني على حسب الكلام اللي جاي من المعسكر إن اللعيبة قاعدة كلها حماس وإنها بتقول بكرة ماتش حياة وموت بكرة فرصة الأخيرة بكرة 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 أنا مش عايز أسمع الكلام دوت الأحسن من كده إن أنا أشوفه على أرضية الملعب إن كل اللعيب بينزل بيقدي 100% لأ 200% كمان من مجهوده علشان نوصل للنتيجة اللي إحنا عايزنا منتخب السنغال منتخب قوي ولكن مش فكرة إن أنت مستحيل تكسبه لأ عادي جدا ممكن تلعب عليه وممكن تكسبه منتخب السنغال حتى في المباراة الأولى اللي كسب فيها منتخب نيجيريا جاب سجل الهدف بتاعه اللي كسب به من أول هجمة طلع بها على منتخب نيجيريا وكان منتخب نيجيريا هو اللي مسيطر على أحداث الشوت الأول كلها لحد ما قدر إن منتخب السنغال من أول هجمة إنه هو يخلص المباراة وبالتالي منتخب السنغال قدر إنه هو يركب المباراة لحد أخر إنه منتخب السنغال بيتميز بإيه؟ بيتميز طبعا زي ما طبعا شايفين حضراتكم يعني الأطوال بسم الله ما شاء الله يعني يعني لعبة السنغال معروفة على كل المنتخبات ناشيين شباب أولمبي الأجسام الكبيرة الأجسام الفرعة ناس طويلة بتمتاز بألعاب الهوا بصراع بيستغلوا الفرص يعني من الواضح في منتخب السنغال إنه هو ناس عنده لعبة بتعرف إنها تجيب إجوال دي من ضمن المشاكل اللي هي بتواجهنا إحنا كمنتخب مصر إنه إحنا ما بنقدرش إنه إحنا ما بنروح للجون الفرص اللي بتتطاع ما بنقدرش إنه إحنا نترجم ظهر كده في ماتش موزنبيق ورغم إنه إحنا على الورق بنقول إنه ماتش نيجيريا أقوى من موزنبيق ولكن حتى في نيجيريا جات لنا فرص أكتر من اللي جات في موزنبيق قلنا إحنا في ماتش نيجيريا قدامنا 3-4 فرص على الأقل خلينا نقول فرص مؤكدة ولكن التعامل معاها مش بجدية التعامل معاها برعونة في خوف من التعامل مع الفرص أحيانا اللعب بيتلاقيه في الناحية الهجومية بتلاقي اللجوء للنواحي الفردية أكتر من النواحي الجماعية الضغط في أوقات كتير من المباراة بيبقى مفقود بتلاقيش الضغط وبالتالي بتسبح للفريق اللي قدامك إنه هو ينقل عليك يجي لك نص ملعبك يبتدي يشكل عليك خطور رغم إن أنت ما تخلقش عليك فرص في المباراتين فرص نقول إنها فرص كبيرة ولكن الأخطاء برضو الدفاعية موجودة لا موجود يعني بتلاقي الراجل بيستلم لوحده مثلا المدافع بتلاقي كرة متوتر وهو بيستلم مش مفكر قبل ما كرة تجيله وبالتالي فجأة تلاقيه الضغط كرة اتخذت منه عملت عليك مشكلة حاجات كتير جد المساندة الهجومية من لعيبة خط الوسط مطلوبة ومطلوبة جدا لاتنين الدفندرين اللي بيلعبوا في نص الملعب لازم واحد ثابت واحد بيهاجم مع التلاتة اللي بيلعبوا قدام الظاهير الآيمن الظاهير الآيصر لازم يبقى شغلهم أكتر من كده لازم يلعبوا وهم مش خايفين ليه؟ لأن الكابتن محمود جابر طريقته أسلوب لعبه إنه هو بيلعب بتلاتة وراء تلاتة مساكين فتحين خط الدفاع فتحين الملعب وبالتالي ده المفروض يدي جرأة للباك اليمين إنه هو يطلع يهاجم براحته الباك الشمال يطلع يهاجم براحته بالتناوب هيبقى عندك تلاتة موجودين هيبقى عندك دفندر أكيد هيبقى واقف هيبقى عندك أربعة مأمنين الدنيا فأنت ألعب ما تخافش يلعب وما تخافش وروح الباك اليمين يروح ويعدي ويعمل أفرات ويعمل آه طبعا أطوال آه طبعا أطوال موجودة ولكن لما يحصل الكلام دوت لازم نبص نلاقي فيه اثنين وثلاثة واربعة من أول ماتش من أول ماتش في الثمنتاشر ده ده اللي حيقول للناس ده اللي حيقول للناس إن إحنا جايين نكسب ده اللي حيقول المنتخب السنغالي إن الماتش بالنسباله مش سهل وإن منتخب مصر نازل يكسب نفضلش ممشيين الدنيا والوقت يبتدي يروح مننا واحدة واحدة زي ما حصل الماتشين اللي فاتوا وبعد كده تبدأ بقى التغييرات الهجومية بقى بعد عشر دقائق وبعد ربع ساعة من الشوت اللي التاني أكيد الكابتن أكيد الكابتن محمود جابر بفكر في الكلام ده كله أكيد الكابتن محمود جابر هيحط التشكيل اللي من خلاله يشوف مين الأنسب إنه يبقى موجود في مباراة زي ده وبعدين أنا متأكد إن الكابتن محمود جابر هيعمل تغييرات بكرة ومتأكد أكتر إن الكابتن محمود جابر هيعمل تغييرات في الناحية الهجومية وفي الشق الهجومي لإن إحنا خصوصاً إن إحنا عندنا كمان في الشق الهجومي إن إحنا عندنا لعيبة كويسة وفي لعيبة كانت بتبقى موجودة وقاعدة وما بتنزل كانت بتصنع الفارق أكيد الكابتن محمود جابر بيفكر هيشوف لإن الكابتن محمود جابر الماتش ده ما بيقمنش هو عارف إن هو نازل إن هو نازل عشان يكسب فأكيد أما بنقول الفرصة الأخيرة الماتش الأخير في المجموعة أما أنت نازل علشان تكسب أكيد تفكيرك بيختلف أكيد خطتك بتختلف وبالتالي وارد بنسبة كبيرة جداً العناصر اللي إنت تبدأ بيها حتى لو كانوا موجودين ماتش الأول والتاني فوارد برضو إنها تختلف وفي الآخر إحنا بنتمنى بس إن اللعيبة تبقى مركزة وفي نفس الوقت اللعيبة تبقى هادية الجماهير يعني يريد إنها تحضر أنا شفت في الافتتاح الجمهور في مباراة موزنبيق إلى حد ما كان عدده كويس ولكن في المباراة التانية تراجع بشكل كبير جداً قدام نيجيري ما حضرش ناس كتير بكرة زي ما بنقول مباراة الفرصة الأخيرة نتمنى إن الجمهور بكرة يبقى موجود وداعم ومساند ويحضر للإستاذ يعني دي حاجة أنا أتمنها طبعاً زي ما قلت كابتل محمود جابر قعد تتكلم مع اللعيبة كتير في حتة السقن لازم تبقى عندهم زي ده إن حتة الهدوء طبعاً برضو أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد الكورة قعد مع اللعيبة اللي هو حلمي مشهور مشرف على منتخب الشباب قعدوا كلهم مع اللعيبة كله تكلم مع اللعيبة وبصراحة اللعيبة يعني عندها ردود فعل يعني هي إيجابية بس نتمنى زي ما بنقول نتمنى إن احنا نشوفها على أرضية الملع طبعاً النهاردة كانت المجموعة التالتة وكان في مباريات النهاردة كان تونس وفي مواجهة بنين طبعاً تونس النهاردة اتعادلت صفر صفر مع بنين وبالتالي تونس بتجيب أول بونت لها في المجموعة والماتش التاني جامبيا بتأكد صعودها وبتأكد إنها منتخب قوي بتفوز على زامبيا اللي اتعدلت مع بنين الماتش الأولاني جامبيا النهاردة بتفوز اتنين سفر وبالتالي الفرصة هنا بالنسبة لجامبيا بقت خلاص جامبيا عنده ستة بونت كسبان تونس النهاردة بيكسب زامبيا فرقة كويسة زي ما قلت فرقة قوية منتخب التونسي بيعاني زي وزي منتخب مصر بالزبط منتخب تونس الماتش الأول خسر من جامبيا النهاردة كانت قدامه فرصة إنه يعادل الدنيا ولكن بيتعادل مع منتخب بنين فالدنيا برضو بتصعب على منتخب التونسي زي ما اصعبت بالزبط على منتخب مصر وللمنتخب تونس اللي كان أكيد إنه هو مرشح لسعود النهاردة عنده نقطة واحدة زي بالزبط منتخبنا طيب ده طبعا ترتيب المجموعة النهاردة بعد النتائج بتاعة النهاردة المجموعة الثالثة جامبيا في الصدارة ست نقاط بنين في المركز الثاني بعد ما اتعدلت الماتشين عندها نقطتين تونس في المركز الثالث بنقطة واخيرا زامبيا في المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة برضو يعني برضو مدام قلنا الترتيب خلينا برضو نفكركم بترتيب المجموعات كلها مجموعة مصر طبعا السنغال زي ما بنقول عندها ست نقاط نيجيريا في المركز الثاني بتلت نقاط بعد فوز على منتخبنا مصر في المركز التالت بنقطة وموزنبيق في المركز الرابع بنقطة لكن طبعا فرق الأهداف لصالح يعني منتخب مصر إن موزنبيق اتغلبت ثلاثة من السنغال برضو المجموعة التانية برضو بتقام على الساد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية أغندا في المركز الأول بأربع نقاط والكنغو في المركز التاني بأربع نقاط وجنوب السودان بعد فوزن برح على جمهورية أفريقيا الوسطى بقى عندها تلت نقاط وأخيرا جمهورية أفريقيا الوسطى طبعا اتهزم المباراتين ما ملهوش أي رصيد من النقاط طبعا بكرة الساعة سبعة بنقول المباراة المهمة بالنسبة لمنتخبنا مصر في مواجهة السنغال على استاد القاهرة وطبعا احنا كلنا عارفين إن الماتشين بتلاعبوا المرحلة الأخيرة في نفس التوقيت وموزنبيق هتلاعب نيجيريا حيبقى المباراة طبعا في استاد هيئة قناة السويس الساعة سبعة برضو في نفس التوقيت طيب هنروح كده نشوف تقرير من خلاله ونشوف الكابتن محمود جابر قال ايه كريم الدبيس لعب منتخبنا قال ايه المدير الفن المنتخب السنغال قال ايه ورأيهم عن المباراة ان شاء الله فيه امل فيه استجابة كبيرة من اللاعبين واستعداد نفسي وزهني وبدني وفني كبير جدا واللي احنا نملكه الان ان شاء الله ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نرجع اللعيبة تاني للحالة النفسية عشان تركزهم يكون في الملعب واللي احنا بنوعد بالناس ان مفيش لعيب او مفيش فرض من الجهاز هيبخل باي جهد في المباراة دي ان شاء الله بإذن الله ان احنا نحاول نعمل اللي علينا بإذن الله فيها ان شاء الله ونلعب للفوز فيها ان شاء الله والله هو التدعيم مستمر وممكن انا حاولت بس هو في بعد المباراة بشارة استاذ جمال جاء وقعد مع اللعيبة وقعد مع الجهاز واعضاء مجلس ادارة كلهم اللي ما جايش اتصلوا ولكن في مجموعة جبيرة كانت معنا اللي هو مشهور كان موجود حجم حاملة بالوافة كان موجود دكتور اهاب ناسكي كتير كابتن بركة وتتصل كابتن حازم اتصل يعني الجميع في ظهر الجهاز وفي ظهر اللعيبة ولكن هو اهم حاجة ان احنا قفلنا على نفسنا شوية بعد المباراة ركزنا وانا حسيت ان اللعيبة عايزة تعمل حاجة ان شاء الله بإذن الله يمكن تركزني دلوقتي بس على المباراة بتاعت بكرة ان شاء الله هو لو كان فيه اي قصور كنت انا اتكلمت انا نوع صريحة كده لو كان فيه اي قصور كنت انا اتكلمت ولكن هي انا عايز قوله يعني لو بصنا للامور كده بشكل عام هو فيه توفيق وفيه عدم توفيق يا جماعة يعني انت انت بتلاعب ناجيريا المتش اللي فات خلقت فرص فرص سهلة جدا 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 يعني فيه اربع فرص سهلة بجانب فرصتين تانين فيعني انت بتلاعب فريق زي ده وبتخلق الفرص دي خلق مفيش توفيق خلاص اللي هي بحاول التعمل وحاول التنفز ووصلوا للمرمة فهي مش موضوع قصور او اعداد غير جيد او كلام ده كله لا هو الموضوع كله ان كنو محتاجين شوية تحز وشوية او توفيق للاعبين شوية يعني هو كان فيه عدم توفيق للاعبين بس في الفرص اللي اتيحت لنا ولكن كان فيه جهد من اللاعبين مش عايز اتكلم على الفات عايزين اتركز بس في مبارات بكرة ان شاء الله بإذن الله نحن دلوقتي مش عايزة اقول لن اسو عايزة ندلغ كل حد في دهرنا او اي حد معنا ان احنا مقدمناش غير حل واحد هو المكسب واحنا افنا كل صفحة عدت او انتهت وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطلع اكثر حاجة واكثر جهودنا في مطش بكرة وطلعنا وخلاص طلعنا كل تركيز اي حاجة فاتت خلاص عدت وافناها احنا بنحاول خلاص هو مافيش غير مطش واحد حياة او موت ده بتاعنا وده ده مصرنا ولازم احنا نعمل كل حاجة في المطش ده هو طبعا في ناس كتير اكيد شافت واكيد سمعت واللي كان فاتح التلفزيون واللي اكيد مسك المبال شاف كلام كتير ده نحنا بلك również و Tul την خانط طبعا بعد المطش بالليل ان احنا ننسى اي حاجة ونافل على نفسنا وكل واحد في حال ان هو مايفتحش اي حاجة وناخد الكلام ده كודה طريقة عيجابية ان هو مسال لو حاد عايزين نشوف كل الذين بتتكلم علينا بطريقة وحشة لما نكسب كل الكلام ده هيتعكس فاحنا واغدين ده تحدي ان احنا كل الكلام السلبي ده هنحوله لإيجابي وده كله محول يعني قوان احنا بطراء إيجابية وده ماتش بكرا ان شاء الله موسيقى نعم اعتقد انه مباراته بكرا امام المتخب المصري مش هتكون مباراة سهلة هو بيلعب امام البلد المضيفة للبطولة البلد اللي بتبحث بكرا عن فرصة للتأهل فده هيزود من صعوبة المباراة ولكن كما ذكر قبل كده هو واللاعبين جايين للبطولة ومحضرين كويس جدا مستعدين لها كويس جدا بيلعبوا مباراة مباراة هيحاولوا يستمروا بكرا على نفس الديناميكية اللي ظهروا بيها في المباراة الاولى والمباراة التانية رغم ان المباراة بكرا هتكون صعبة ولكن هيحاولوا يظهروا بنفس المستوى اللي هم اصلا مستعدين ومحضرين فعلاً فيه لاعبين كانوا مشاركين في البطولة قبل ما يجوا هنا فبالتالي ده هيشكل إرهاق وفكرة التعارض للإنذارات دي أكيد هتهدت بعض الشيء ولكن هم جايين للبطولة وعارتين عدد المباريات ومستعدين لها مش هيفضلوا مباراة عن مباراة لا بالعكس هم يلعبوا نفس المباراة بنفس الدناميكية ونفس الحركية اللي هم جايين ومستعدين عجبني هدوء الكابتن محمود جابر جداً يعني عجبني جداً هدوء الكابتن محمود جابر رغم أنه يعني أكيد هو قاري المشهد أكيد وصل له الكلام الكتير اللي تقال على مدارة 48 ساعة اللي فاته يمكن كابتن محمود حتى من ضمن تصريحاته اللي اتكلم فيها واصطفات فيها النهاردة أنه هو يمكن السوشال ميديا بالنسبة له هو مش مركز فيها وانا عرف أنه هو مش مركز فيها بشكل كبير ولكن أكيد بيوصل له الكلام أكيد عنده قرايب وأكيد عنده أهل وأكيد عنده معارف وأكيد أكيد ناس كتير بيوصلوله الكلام ولكن عجبني هدوء نهو بيتكلم فإن لازم يكون فيه هدوء ولازم يكون فيه تركيز نقطة اللي تكلم فيها كريم الدبيز برضو نقطة مهمة جدا إن إزاي الكلام السلبي اللي احنا عادينا عمالين نقرأه وبنشوفه وبنسمعه اليومين اللي فاته إن احنا نحوله لشكل إيجابي في مباراة المنتخب السنغال فده شيء جميل جدا بس حرجع وكرر وأقول الماتش برضو مش هيبقى سهل بأي حال من الأحوال منتخب السنغال عنده لعيبة أقوية وعنده لعيبة محترمة السنغال بيدور مش على التأهل لازم نبقى فاهمين كده منتخب السنغال جاي علشان يكسب البطولة جاي علشان يكسب البطولة وأكيد المنتخب السنغالي هو عارف إن مصر صاحبة البطولة مصر صاحبة الأرض فأكيد هو في تفكيره يقولك أنا بدور على بطولة وعايز ألعب على بطولة أنا عايز أزيح الناس دي من سكتي وفي نفس الوقت أخرج بالعلامة الكاملة ولكن بغض النظر عن العلامة الكاملة يقولك إيه لا مدام أنا في إيدي إن أنا أزيح منتخب مصر علشان بعد كده ما قابلوش وساعاتها برضو حتبقى الأرض والجمهور وحاجات كتير ممكن تعطله ليه؟ لإن هو جاي يلعب على البطولة وبأكد لحضراتكم إن منتخب السنغال جاي يكسب البطولة مش جاي يتأهل بس فبالتالي التفكير إن هو يزيح منتخب مصر ده حيخلي المنتخب السنغالي إن هو يلعب بكل جداية آه طبعا نتكلم فيه إنذارات فيه حسابات أكيد للمدير الفني أكيد فيه لعبة معينة هو خايف عليها وارد إن هو ما يشركهاش وارد إن هو يريحها ولكن المؤكد بالنسبة للمنتخب السنغالي إن البديل حيكون على مستوى عالي البديل مع منتخب السنغال حيكون بديل على مستوى عالي لإن هو فريق متكامل بصراحة وزي ما قلت من شوية هو الأقوى في البطول هو ومنتخب جنبي وشفنا الأداء بتاع السنغال في المباراتين وشفنا أداء جنبي في المباراتين ولكن الماتش بماتش يعني الماتش بماتش السنغال إحنا عارفينه يعني منتخب السنغال إحنا عارفينه بقى له سنين البطولة الأفريقية الأخيرة اللي بيكسبها البطولة الأفريقية اللي قبلها اللي كانت هنا بيوصل للنهائي فعندهم تطور الكام سنة اللي فاتوا بدرجة كبيرة جدا حتى الشاطئية يعني حتى تتخيلوا حتى الكرة الشاطئية الناس حظاها ماشي علينا فبرافوا عليهم الناس شغالين وبيتطوروا بشكل كبير جدا المنتخب السنغال فحرجع أقول لك عايجي أقول لك لا أنا أبعد منتخب مصر من دلوقتي علشان بعد كده أستريح ما يبقاش عندي صاحب الأرض وصاحب البطولة والجمهور وكلام ده لا خلاص مدام أنا إيه جات لي الفرصة والفرصة عندي فعلشان كده بنقول مرة واثنين وثلاثة المباراة بكرة هتبقى مباراة صعبة ومحتاجين الهدوء ومحتاجين الجمهور يحضر ويبقى كل الناس قلبها على قلب رجل ونواحد زي ما بيقولوا اللعيبة والجهاز وي 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 الهدوء وبعدين أي حاجة بعد كده نقعد نتكلم فيها بعدين زي ما قلنا مباراة أي حاجة نقعد نتكلم فيها بعدين إنما طول ما البطولة شغلة مش وقت الكلام فيه أي سلبيات البطولة بعد كده بما تخلص ينتهي مشوار منتخبنا تقعد بقى تعالى الإيجابيات والسلبيات تقعد تتناقش كابتل محمود الرجل النهاردة بيتكلم حتى واضح ما عندوش أي ردود أفعال سلبية من الكلام اللي تقال اليومين اللي فاتوا إنه حتى تكلم إنه هو راضي حتى عن عن شغله الفترة اللي فاتت راضي عن الإعداد للبطولة ما بيتهمش أي حد بالتقصير لمسؤولين ولا حتى العيبة عنده في الفر بالعكس قاعد بيقوم لعيبته بقى له يومين وبيتكلم مع لعيبته وبيقعد يعمل اجتماعات مع لعيبته ودوة المهم إن أنا أدي الثقة للعيب بتاعي أدي الثقة للعيب بتاعي وحتى لو الراجل عمل مثلا تغييرات بكرة ولا ولا ده مش معناه إنه هو بيعمل تغييرات عشان حد ما أثر لا بالعكس حتى لو كابتل محمود عمل تغييرات في الفرقة بكرة فده تغييرات علشان زي ما قلت من شواء دي مباراة الفرصة الأخيرة إن أنا حنزل ألعب لا ده أنا حلعب بأسلوب تاني خالص ده أنا عايز أتغييرات على السنغال من التمنتاشر بتاعي مش من نص مقدم التمنتاشر بتاعي طبعا بالعقل ومين حيدغط ومين اللي وراه والضغط يبقى جماعي مش واحد يضغط واتنين يضغطوا وبعد كده بتاعي تعمل بس تبص تلاقي واحد ما ضغطش يبقى أنت ولا أكنك بتعمل حاجة كل الكلام ده أنا متأكد إن الكابتل محمود جابر بيحفظه اللعيبة بقى له مين وأنا متأكد إن إحنا حنشوف شكل مختلف للعيبة بكرة بغض النظر النتيجة في الآخر إيه وإن اللي حيحصل بعد النتيجة ولكن إحنا برضو همنا شكل منتخبنا لأن زي ما تكلمنا مبارح وقولنا إحنا كلنا لا كجماهير ولا كمسؤولين ولا أي حاجة يردين الشكل اللي ظهر بالمنتخب ماردناش ناس قاعدة مدقين جدا في تونس من منتخب التونسي عادين بيتكلمون من المنتخب التونسي في 180 دقيقة في مطشين راح مرتين عالجون هجمتين في التسعين دقيقة في المية وتمانين دقيقة في المطشين فدوت لا تونس بلد كبيرة مصر بلد كبيرة أكيدا ما بيبقى فيه حاجة بغلط ما بيبقاش فيه أداء ما بيبقاش فيه أكيد طبعا بيبقى رد الفعل سيء ولكن خلينا نقول رد الفعل يبقى سيء في حدود وبالأصول ويعني كلام كتير تكلمنا برح مش هايزين نعيده وربنا وفق إن شاء الله بإذن الله منتخب طيب بقى نشوف بقى يعني بعد تلفة الأعصاب اللي احنا فيها دايات وحنشوف بقى إيه اللي حصل بكرا إن شاء الله بقى نتكلم فيه الكلام الحلو ووصول منتخبنا الوطني لكرة السلة لبطولة كاس العالم عشرين تلاتة وعشرين يعني منتخب السلة طبعا يعني منتخب شرفنا زي ما منتخب اليد دايما مشرفنا ومنتخب الطائرة مشرفنا الألعاب التانية اللي هي برضو بتشهد انتفاضة كبيرة جدا برضو خلال السنين اللي فاتت يمكن كان الأول كان الاهتمام بالكورة بس وكان كل اهتمامات الناس بالكورة شوفوا دلوقتي منتخب اليد بقى الاهتمام بالنسبة له عمل إزاي منتخب الطائرة أي منتخب جماعي بيجي يلعب مع دلوقتي بقى كلنا ملتفين حواليش طبعا شايفين الصورة إلى كاس العالم النهاردة منتخبنا بيفوز على المنتخب التونسي 71-67 وبيستغل برضو في نفس الوقت فوز جنوب السودان على منتخب السنغال في المباراة اللي كانت قبل مباراتنا مع منتخب تونس بشوية وبالتالي بيتأهل منتخبنا قبل نهاية حتى مباراة تصفيات بمطشين كاملين وفي نفس الوقت برضو منتخب جنوب السودان بنقوله طبعا ألف مبروك برضو منتخب جنوب السودان بيوصل ل كأس العالم يمكن للمرة الأولى في تاريخه يمكن احنا بالنسبة لنا دي المرة السبعة ولكن جنوب السودان يعني بيعمل مفاجأة وللمرة الأولى في تاريخه بيوصل لنهايات كأس العالم نهايات كأس العالم يعني اللي هتتلعب هتكون في أندونيسيا وحتكون في الفلبين وفي اليابان هتبقى في الثلاث دول دولة هتكون في أغسطس وسبتمبر وربنا يكرمنا يا رب كده ونعمل حاجة كويسة لأن بجد يعني احنا بنتشرف زي ما بنتكلم ونحب الكورة وكلنا حوالين الكورة بتشرف باليد وبالطايرة وبالسلة وبكل الألعاب اللي احنا بنشارك فيها طبعا دي قدام حضراتكم نتائج مباريات النهاردة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الكاميرون وفوزه 85-56 على الكنغو الديمقراطية جنوب السودان اللي وصل وبنباريكله مرة تانية وفوزه على السنغال 83-75 وطبعا فوز منتخبنا الوطني وسعود الكلاس العالم على حساب المنتخب التونسي 71-67 زي ما بنقول يعني دي المرة السبعة بالنسبة لنا خلينا أقول لحضراتكم برضو مشاركات المنتخب المصري في خلال الست مشاركات الفاتت كانت طبعا البداية في 1950 في الأرجنتين وتحصل منتخبنا على المركز الخامس في 1959 كان في تشيلي وخدنا المركز الحداشر إغوزلافيا سنة 1970 وخدنا المركز التلاتاشر في تسعين في الأرجنتين وخدنا المركز الستاشر واربعة وتسعين في كندا المركز الاربعتاشر واخيرا كان في عشرين اربعتاشر في أسبانيا وحصلنا على المركز الاربعة وعشرين ألف مبروك لمنتخبنا الوطني لكرة السلة وإن شاء الله نكسر الدنيا بإذن الله في مونديال بإذن الله هنطلع فاصل ومكملين مع حضراتكو في المنتجة أهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتاتا ونتكلم شوية بقى عن دوري أبطال أفريقيا وزي ما بنقول الأهلي في مواجهة صعبة جدا قدام سانداونز بطل جنوب أفريقيا وفي نفس الوقت الزمالك في مهمة صعبة جدا قدام الترجي في تونس يعني كلام كتير على المباريات والنادي الأهلي طبعا يمكن الظروف متشابهة النادي الأهلي طبعا كلنا عارفين أنه هو يعني مباراة الأولى تم تأجيلها بتاعة القطن الكاميروني اللي مشاركة النادي الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية الزمالك بدايته ما كانتش موفقة خسر في ملعبه من شباب بلوزداد وبعد كده تعادت مع المريخ في المباراة اللي أقيمت في ليبيا فأكيد النادي الأهلي بيسعى خصوصا أنهما بدأ مرشاته والخسارة قدام الهلال السوداني فأكيد أنه بيسعى أنه يبتدي يجمع نقاط في مجموعته وفي نفس الوقت نادي الزمالك أنه بيسعى أنه يعدل الصورة رغم صعوبة المباراة هلين نقول لحضراتكم النتائج النتائج المرشات اللي تلعبت النهاردة في دوري أبطال أفريقيا ونبتدي نشوف المديرين فنيين نتكلموا عن المباراة قالوا إيه وبيفكروا فيها إزاي النهاردة هتلعب طبعا ثلاث مباريات مباراة كانت في مجموعة نادي الزمالك وفوز المريخ السوداني على شباب بلوزداد واحد صفر ومباراة تانية كانت ما بين القطن الكاميروني والهلال السوداني طبعا مباراة برضو تهمنا لأنها في مجموعة النادي الأهلي والقطن الكاميروني بيخسر في ملعبه من الهلال السوداني اتنين واحد واخيرا كان فيه فوز لفريق الوداد المغربي على فريق بيترو أتليتكو واحد صفر طبعا برضو الوداد كان متأجله الجولة الأولى وبدأ برضو مطشاطه في البطولة بهزيمة في الجولة الأخيرة ولكن النهاردة الوداد بيصلح الأوضاع بعض الشيء بفوزه على بيترو أتليتكو واحد صفر طبعا يعني خلينا نتكلم على مباراة الأهلي وساندونز فرقة فرقة محترمة جمهور النادي الأهلي خلاص حفظها فريق بيلعب كرة كويس فريق ساندونز فريق كعتو إنه هو بيؤدي أداء كويس في دور المجموعات الكرة عندهم سهلة جدا ما فيش تقايض بمراكز بيلعبه كرة البرازيلية كرته هجومية ما فيش اللي هو التعقيد الدفاعي بالنسبة لفريق ساندونز وكالعادة التصريحات اللي جاي إنه هم جايين علشان يكسبوا جايين عارفين إيمة النادي الأهلي إن النادي الأهلي نادي كبير وإحنا بنفكر إن إحنا نصعد من المجموعة المباراة صعبة بنلعب فريق كبير ديربي بقى كل الأفرقة بيتكلموا عنه خصوصا إنه هو دلوقتي بقى مكرر ومعاد على مدار السنين اللي فاتت كذا مرة الأهلي بيلعب بيلعب ساندونز النتيجة يعني طبعا قدام حضراتكم في 2001 مواجهة الأهلي وساندونز يعني خلاص يعني نمى الجمهور بستني النادي الأهلي النادي الأهلي بيعيش حالة كويسة يعني نسبنا تماما من مباراة الهلال السوداني وقلنا إن مباراة الهلال السوداني دي مباراة يعني كان لها ظروف معين من تعب وإجهاد وإرهاق وحرارة وسفر كتير وتوقيت اللعب الظهر حاجات كتير جدا يعني يعني تقدر أن أنت تلتمس الآذار لعيبة النادي الأهلي ولكن شفنا النادي الأهلي كان عنده تصميم زي في المباراة الأخيرة في بطولة الدوري قدام أسوان وعمل جيم كبير وفاز فوز مستريح على أسوان طبعا ده طبعا نجم النادي الأهلي السابق كابتن خالد بيبو طبعا يعني كم من نص فرصة يجيب لك جون يعني كم من نص فرصة يجيب جون كابتن خالد بيبو يعني طيب يعني برضو يهمني أعرف رأي واحد من نجوم النادي لأهلي السابقين قبل ما أتكلم مع حضراتكم على كل رو تفكيره في المبرامة معنا طبعا كابتن أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق ويهمني طبعا أعرف رأيه وشايف المباراة زي قدام سانداونز يا أبو مسلم منور الدنيا ومنور المنتاد حبيبك طماركوات بسي الشياكة دي يا والله يعني من بعد ما عندكم احنا بتعلم منك أبو مسلم طول عمرنا بقى شغل جامل أبو هجام بقى انت عارف هجام أخبارك ايه كله تمام؟ كل جمام يا جابتن الله كله بقى أقول يا أبو مسلم طبعا يعني طبعا انت عارف ظروف المجموعة سانداونز قدر انه يكسب أول مباراتين منهم مباراة على أرضه قدام الهلال ومباراة تانية برا أرضه قدام القطن الكاميروني وفريق محترم بيلعب كرة كويسة والنادي الأهلي متأجله مباراة وكانت المباراة تانية قدام الهلال وهزيمتو شايف كله اللي يفكر في المباراة ازاي وازاي يواجه سانداونز أكيد انت خل بالك كابتن براكات سانداونز فريق كبير فريق كان الفترة اللي فادت حتى يعني عطول كان بيوصل نهايات في نادل أهل من سنة الفين وواحد بيكوننا موجودين يعني هاي فرقا عن ده عندهم استراتيجي وعندهم شغل بيشتغلوا على خطة طولة الأجل من زمان حتى المدارب بتاعهم السنائي دي مدارب صغير في السن والأعمار طياتهم صغير هم هم ميزين جدا في المجموعات العملية بس في نهايات الخبرات بكفرة طبعا فهو فريق محترم فرقة كويسة يعني فرقة موجودة بقى أكيد القائلة صعبة جدا نادلها اللي يكسب عشان طبيعي ليهكد الجدارة بتاعاته أول موجود أوعاد تفصيقها أو البطولة المحببة اللي يجد نادلها لكلها يعني من أول المطش البداية يعني البداية اللي كانت مطش اللي هو في السودان ما كانت نوع ما كانت مش 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 كويسة أو مش اللي هي اللي احنا ملتظرينها ان شاء الله المطش بتاعها تنداونز دوات حقيقة طيب دلوقتي عايزة أسألك على حاجة يعني دلوقتي طبعا أوقات كي بنشوف كولر بيلعب مثلا وبيحاول أنه هو مثلا يقفل نص الملعب شوية بتلت لعيبة في نص الملعب وأوقات الراجل بيفضل أنه يلعب باتنين بس في نص الملعب ويلعب برباعي هجومي شايف تفكير كولر ممكن يروح لأنهي طريقة من الطريقتين بكرة بمثال لا كولر أنا شايف لو ممكن يبتدي يأمل في نص الملعب بشكل كبير يعني هما عندهم الشغل كله أو اللعبة كله هيبقى في نص الملعب بيزات هما بيبتزوا بالهجمة المرتدة في أسرع وقت من الثانية نحن نشوفهم عطول حتى كان مع الموسيباني كان عندهم الهجمة المرتدة بعملها بشكل قوي جدا فأنا شايف نص الملعب بكرة هيكون هو اللي عليه العمل الأكبر إن شاء الله لنتلقى ليه اللعيبة عندها الخبروات احنا شايفين حد تولها من ديني مكاسب ماتش أسوان اللي قال لي ديانجر رجع تاني شايف لعبة كتير أنا شايف روتيشن اللي عملوا كلها في ماتش أسوان نوعا ما خلال لعبة خلت شوية رحم بعد الكافة العلم بالالدية فدت رحم بشكل كبير جدا بعد ماتش السيدان كمان فأنا شايف إن شاء الله الماتش الماتش هيبقى في متناول إن شاء الله أكيد نادل أهلي عند خبروات أو شخصات نادل أهلي بتفرق المتوش الصعبة والمعدم بتفرق انت شايف الفرق لعبة خلال نادل أهلي عطول في الأوقات الصعبة بكل وقف في لعبة كوي سواء وإن شاء الله نتمنى بكرة نادل أهلي من أول لقاء يعني أول لقاء من أول الماتش ما يتاولش الجيم يعني كل ما بيتاول الجيم شوية التاندونز بتاخد الثقة بزيز بتاخد الثقة بتحول تلعب الشغل بتاع هما عندهم فرقة منظمة ومش فرقة ضعيفة فالنادل أهلي بكرة إن شاء الله من أول دية إن شاء الله يقدر يخلص اللقاء ويدوس من أول من أول دية يعني لازم يكون عندهم الحمد لله إن شاء الله بكرة الجمعير بنادل أهلي عطول السلاح الموجود إن شاء الله طيب من أول دية في اللقاء يقدر يخلص المتوش طيب أموم سلم طبعا بغد النظر طبعا الطريقة يعني تلاتة في النص أو أو أربعة مهاجمين بغد النظر احنا كلنا عارفين إن ساندونز من الفرق اللي هي بتحب تطلع بالكرة من وراء وكرتهم سريعة والمساحات بيقدروا يستغلوها لأنهم عندهم سرعة في الناحية اللي قدام تفتكر الأحسن إن انت تستناهم شوية إن هم يجو لك وتنظم دفاعاتك وتنظم وتدايق مساحاتك وبعد كده يبقى عندك مساحات إن انت تنطلق فيها خصوصا إن هم عندهم أقطاء دفاعية كبيرة ولا طريقة كولر وطريقة النادي الأهلي من أول المماتش ضغط على طول من أول التمنتاشر ويحاول إن هو يستخلص الكرة لا كنت أمريكا زي ما أنت قلت هي صعبة جدا هو لازم من أول لو ستين ونص ملعبك من أول لقاء اللغة تكون هيركبك الفرقة بتطلع من تحت كويس بس عندهم أخطأها بشكل كبير يعني عندهم من الخبرات قليلا شوية عندهم أخطأها بشكل كبير ندليل لو ضغط بكرة إن شاء الله من نص ملعب الموجود لوما كانت تلاتة موجودين أو أو شلائب عشرة قدام قدام ديانجة أو قدام حمد فتحي لو موجود نفس الكلام هيبقى عندك راحة أحسن شوية عندك حسين الشحاط لابدأ إن شاء الله أو طهر محمد طهر نوعا ما اللغة يبقى دي عندها قوة وحفظ السرعة تقدر تضغط عليهم يقدر يعني يخسروا يخسروا الكرب في أسرع وقت بزداد كمان انت مكرم بكرة لابدأ كمان براس حربة أنا شايف المكر دي دي محمد شريف بكرة لو ادى محمد شريف نقول لك الموضوع مختلف شريف في الأوقت لها الصعبة دي في المنطوش اللي فيها السرعة نوعا ما بيقدر يبقى شكله أحسن كده بكتير طيب أبو مسلم طبعا بنشوف بعض المباريات طبعا يعني بكرة فيه طبعا عودة لعلي معلول كان الرجل مريحه في مباراة أسوان دايما الرجل واثق في لعيبة كتير بيبتدي يعمل الروتيشن بطريقة كويسة خصوصا اللعيبة كلها يعني بتأدي بطريقة كويسة واللعيبة كلها جاهزة فخليني أسألك في الأوقات اللي مثلا بيحب أنه هو يريح فيها علي معلول وبيدي مسلا لمحمد أشرف يعني وأنت رجل كنت باك ليفت يعني من الباكات ليفت الجندين قوي يعني تقييمك لمحمد أشرف وأداؤه أما بيحب الرجل أنه يريح علي معلول شايف أداء محمد أشرف أخباره ايه مع النادي له الله كانت المرقات انت رفاكر حتى كنت من فترة كنت عملت باكت مدخلق برضك وقلت لك أنت لقى لي بيحتاج ثلاث أماكن أو ثلاث أماكن اللي هم عليهم الضغط أو اللعيبة بتبقى مجهدة بشكل كبير جدا أعطي لك حتى حرف المرمش إنه ولازم يكون حد على مستوى قوي جدا معاه يعني إذا اشتغل نفسه ما احنا كن معنا الحضري وكان معنا نادر السيد لو أنت فاخر كان الموضوع الحضري كانت أعلى حقق كانت موجودة الموجودين فيها النحية التانية أنا قلت أنه على رأس حرب على مستوى أو قيمة نادر الموجودة يقدر يعمل فارق لو أنت عندك شفت الهلال ما بيلاع في الهلال مدريد محمد أشرف محمد أشرف من لعيبة مميزة جدا وراعيبك هو أنا قلت لك من فضل لنا محمد أشرف شايفه من نوعية الخامة الموشرة اللي هو ممكن عالي معلول أنت عندك عالي معلول لعيب كبير جدا نعيب عامل للفرق مع نادر الهلال يمدد الأسلحة الهجمية للنادر الاهلي بس إنت لازم خلي بالك يجي لك إيقافة يجي لك إشباطة يجي لك إجهاد فلازم يكون حد موجود يخش واحدة واحدة تدريج محمد أشرف عيب مميز خامة مميزة حتى السنة اللي فاتت لما لاب مع أحمد أحمد سيد غريب وهو لاب وزياد طارق كانوا عامليه كائز يعني محمد أشرف أنا شايفهم النوعية الموشرة بس عايز ياخد الخبرات مع الوقت واحدة واحدة هي هيقدر يبقى مشروع كويس باك لفت كويس وهو خريح اللي بيها كابتن بركات مباركات لفت الصراح يعني مش حدش متوظف يعني مش حدش متوظف يعني عارف اللي بيكون في ناس متوظفة يكون بيلعب بسر هو أفضل حاجة وارحب مرجعينه وراء فاهمك فاهمك لا ده رصح ده ده برك ليفت باك ليفت فأهو عنده قوة ماشاء الله كويسة عنده سرعة نفس الكلام عنده كروز باوس بيعمله بشكل كويس حتى أنا تذكر السنة فاتت عمل عمل هدف لأحمد غريب فأنا شايف من نوعات لعبة الموازنة طيب أبو مسلم طبعا بشكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد أبو مسلم نجمي النادي الأهلي السابق وكان يهمني أننا أشوف رأيه في المباراة اللي هي المباراة اللي احنا بنقول أكيد أنه هو كولر بيفكر فيها أنه عارف أنه بيلعب فيها فريق كبير فريق كورتو سريعة فريق قدر أنه هو يفوز على النادي الأهلي ذهاب وعودة الموسم اللي فات وده طبعا لازم يتحط في الحزبات حاجة تانية مهمة جدا ونحذر منها بعد النتيجة النهاردة مع التلاتة بونت اللي كسبهم الهلال السوداني من فوزه على القطن الكاميروني ببرة ده برضو موضوع يقلق شوية دايما بنتكلم عندنا ثقة في لعبة النادي الأهلي عندنا ثقة في النادي الأهلي والنادي الأهلي يبقى المرشح الأول للبطولة فوس كل الفرق المشاركة ولكن النهاردة الهلال السوداني مستوى اللي بيقدمه ابتدى الهلال السوداني بيلعب كورة شكل الهلال السوداني اختلف تماما عن شكل الهلال السوداني وطريقة لعبه على مدار السنين اللي فاتت حتى لو هو بصفة مثلا مستمرة بيتواجد في البطولة الأفريقية وفي دور المجموعات ولكن أسلوب لعبه طريقته كورته مختلفة مختلفة تماما وطبعا خلينا نقول إن معاه مدرب من أعرق المدربين اللي موجودين ومن أفضل المدربين اللي موجودين في القرى الأفريقية ابنجي والناس كتير قوي حفزت شكل المدرب ابنجي كلنا عارفين إنه قاعد فترة كبيرة جدا بيدرب منتخب الكونغو الديمقراطية وفي نفس الوقت كان بيدرب فيتا كلاب يعني قاعد سنين بيدرب الفرقتين في نفس التوقيت وبعد كده بعد ما ساب منتخب الكونغو ابتدى كمل مع فيتا كلاب حتى سنتين كمان ولكن راجل عارف كل حاجة راجل يقدر إنه هو يطور فريق راجل الشكل وطريقة الأداء وفكر كل ده باين على فرقة الهلال السوداني الهلال السوداني بلعبه بلعبه كورة النعاردة الهلال السوداني بيفوز زي ما بنقول على القطن الكاميروني في الكاميرون فبيرفع رصيده لست نقاط بعد فوزه على النادي الأهلي المباراة اللي جاية الجولة اللي جاية حيرد تاني مع القطن الكاميروني بنسبة كبيرة جدا حيقدر إنه هو يفوز عليه يوصل رصيده لتسع نقاط وبالتالي إحنا هنا مش عايزين أي عطلة للنادي الأهلي في المجموع خصوصا إن كلنا عارفين آه في مباراة مؤجلة ولكن كان في هزيمة من الهلال المباراة دلوقتي مباراة في ملعبنا هنا فمطالبين بالتلات نقاط طبعا الناس مستنية عرض كويس وإحنا عندنا سرق كبيرة في النادي الأهلي إنه هو يقدم عرض كويس ولكن النتيجة مهمة مهمة جدا إن التلات نقاط ما تعتطلش ما تعتطلش فيها خصوصا زي ما بقول الجولة اللي جاية هتروح هتطلع تلعب تاني مع ساندونز وفي القطنة هيروح يلعب الهلال والهلال هيبقى فرصته كبيرة آه طبعا في النص النادي الأهلي هيجي يوم تلاتة مارس يلعب المباراة المؤجلة مع القطنة الكاميروني ولكن ما نفرطش على الأهل هنا في ملعبنا النادي الأهلي بيلعب على البطولة النادي الأهلي بيلعب إنه هو يفوز جوه وبره ولكن على ملعبنا مش عايزين يحصل اللي حصل السنة اللي فاتت برغم إنه احنا عملنا ماتش كويس وروحنا للجون وضيعنا فرص كتير جدا ولكن ساندونز لعبنا صح قفل الدنيا عمل هجمات قليلة قدر إنه هو يخطف المباراة فأكيد المباراة صعبة وصعبة على الفرقتين يعني المباراة النهاردة صعبة صعبة على الفرقتين طيب تعالوا نشوف كده كولر فكر إزاي في المباراة وصرحوا قال إيه قبل المباراة قال إيه كولر قال أمامنا مباراة أمامنا مباراة صعبة غدا أمام فريق قوي وهو ساندونز الجنوب أفريقي لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تحقيق الفوز ساندونز خاض لقاءين في دوري المجموعات حتى الآن لديه خبرات كبيرة من خلال مشاركاته السابقة في البطولة والنادي يحافظ على القوامل الأساسي للفريق منذ فترة عنصر الخبرة قد يكون فريقا في أحداث المباراة ولكنه لا يرجح كافة فريق دائما الأهلي مازال أمامه خمس مباراة في دور المجموعات ونسعى للفوز بها وهدفنا تحقيق الفوز في مباراة الغد ده كان بالنسبة لكولر وواضح أن فيه تركيز كبير جدا من ناحية كولر في المباراة لأنه زي ما بنقول أن المباراة مهمة ومش عايزين نتعطل وأنه نحن عايزين نخلص بكرا إن شاء الله تلاتة بونت إن شاء الله عرض كويس وأداء كويس خصوصا كمان حتى بعد رجوع عمر السلية من الإصابة يفرق كتير جدا مع الفريق الحالة اللي بيتمتع بيها المهاجمين الفترة الأخيرة المهاجمين بمجرد عودة ورجوع كهرباء والتقلق بتاع كهرباء رجوع أفشل مستوى حسين ما شاء الله مكسر الدنيا طاهر برضو ما رجع وابتدى ياخد بعد غياب فترة ابتدى يشتغل بشكل كويس الديفنس وحالة تركيز اللي فيها فنادي الآلي يعني إن شاء الله مديني إيحاق إن هو هيعمل مباراة كبيرة بإذن الله وإن شاء الله تبقى مباراة كبيرة طبعا من ضمن الناس اللي برضو بنصق فيها جدا 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 وهو سمام الأمان طبعا لفريق نادي الآلي أكيد الحارس محمد الشناوي برضو محمد الشناوي تكلم على المباراة تعالوا نشوف محمد الشناوي قال إيه مباراة ساندونز مهمة وصعبة قمنا بتحضير جيد خصوصا أننا نواجه نفس المنافس القوي الذي نواجهه دائما في نفس البطولة خلال السنوات الأخيرة وكل مننا يعرف قوة الآخر جيدا وهذا ما يزيد من صعوبة المباراة مباراة الهلال السوداني صفحة وانطوى والدليل أننا دخلنا في الأجواء سريعا في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري لعبوا الفريق القبار أقدوا جلسة مثلما يحدث قبل المواجهات المهم وذلك لتهيئة الأجواء والتأكيد على أهمية الفوز على ساندونز لدينا خبرات كثيرة في الفريق وأصبحنا معتدين على ضغط المباراة والمنافسات ولكن الحديث عن التتويج الأفريقي سابق لأوانه لأننا نسير في البطولة خطوة بعد أخرى طبعا وده كلام مهم جدا من الشناوي في حتة الكلام على التتويج طبعا أكيد سابق لأوانه لأن هي بتتاخد مرحلة مرحلة والنادي الأهلي معودنا أنه هو دايما كل حاجة بياخدها مرحلة مرحلة أنا قبل ما أتكلم على المنافسة على البطولة لازم الأول أن أنا أصعد من المجموعة وزي ما تكلمنا مبارح وقولنا ما تلاقي في مجموعة فيها الأهلي ولا فيها ساندونز احتمالات إن الأهلي يتأهل كأول موجود واحتمالات إن الساندونز يتأهل كأول برضو موجود لأنها لا هتفرق مع ساندونز ولا الأهلي يتأهل أول أو تاني لأن مش هيفرق بعد كده لأن بعد كده بتلاقي الماتشاط بتبقى في غاية القوة من دور التمانية في مرحلة خروج المغلوب كلها بتبقى مباريات جامدة واللي ما مش هتقابله في التمانية هتقابله في قبل النهاء يعني البطولة نفسها الجد بنقول بيبدأ بعد كده في المرحلة الإقصائية وطبعا دي كانت حتة طبعا ناس كتير تتكلموا فيها وكده ولكن يعني تلاقي بعد المباريات وتبقى قاعد بتتفرج في دور المجموعات تتلاقي كرات كتير قوي بيبقى مثلا عليها علامات استفهام وبيبقى عليها جدل وحاجات كتير وبعد كده بترجع تقول ماهو الفار حيبقى موجود من أدوار الإقصائية والسنة اللي فاتت قلنا كده وتمنينا ان السنة دي يبقى الفار موجود من دور المجموعات لأن كل واحد الفار ده يعني بيبقى موجود عشان كل واحد ياخد حقه وانا النهار ده بنتكلم بعيدا عن الأهل وابنبعيدا عن الزبالك كان في بعض الحالات المسيرة للجدل شوية النهار ده في المباراة مثلا المريخ وشباب بولوزداد ما بتكلمش على فريق على حساب فريق بالعكس كان في حاجات للمريخ وحاجات لشباب بولوزداد أنا بضرب مثل بس حتى بين المباراة اللي كنت قاعد بتفرج عليها لا يعني حالات جدلية في وجود الفار كل تحسم الحاجات دي كلها فنتمنى ان من السنة حتى الجديدة السنة اللي جاية يبقى من دور المجموعات كل واحد بدري بدري بياخد حقه طيب بالنسبة لتاريخ المواجهات بين الأهل وسانداونز طيب الأهل الليعب قدام سانداونز اتناشر مباراة سابقة قبل كده فاز الأهلي في خمس مباريات وسانداونز فاز في تلت مباريات اتعادلوا أربع النادي الأهلي سجل خمستاشر هدف وسانداونز سجل اتناشر هدف كابتن خالد بيبو هو هداف المواجهات بتلت أهداف كان سجلهم في سانداونز ده كان بالنسبة للمباراة الأهلي وسانداونز طيب مباراة لا تقل أهمية ومباراة يمكن حتى أصعب بالنسبة حتى للأوضاع النادي الأهلي بنوح حتى لعب مباراة واحدة النادي إذا مالك لعب مبارتين قدر أنه يتحصل على نقطة واحدة من تعادل مع فريق المريخ السوداني في مباراة ترجع وتقول زي ما بنتكلم كل مرة ترجع تزعل بجد ترجع تزعل بجد عليها طبعا ده الترتيب قدام حضراتك هو الترجع التونسي كسب الماتشين في الصدارة عنده ست نقاط المريخ السوداني بعد ما تعادل مع الزمالك وكان خسر من الترجع التونسي النهاردة بيكسب شباب بولوزداد بيرفع رصيده إلى أربع نقاط صعب طبعا الدنيا وأكيد يعني كل ما الهلال بيكسب وبياخد نقاط في مجموعة الأهلي أو المريخ بيكسب وبياخد نقاط في مجموعة الزمالي أكيد ده برضو بيعمل ضغط برضو على الفرق وبيدي روح معنوية عالية جدا لأن برضو فرقة المريخ فرقة مش وحشة التطور بالنسبة لفريق الهلال واضح جدا ولكن برضو في تطور في فرقة المريخ السوداني وواضح أن العيبة في الملعب بتلعب عندها الروح بتلعب على مكسب ودوة اللي ابتدى يتحقق لهم يعني هما الناس ابتدوا يتكلموا أن هما بدأنا بهزيمة والهزيمة كانت في الوقت الضايع من الترجي وبعد كده أننا نتعادل برضو مع الزمالك خصوصا أننا بلعب في ليبيا ما بلعبش في السودان فبرضو التعادل بالنسبة لي كان جايد خصوصا أن الزمالك كان أحسن فالنهاردة بيطور برضو من نفسه بيبتدي أنه يتزوق الانتصار بيرفع رصيده لأربع نقاط فكل دوة بيش عايزينه أنه في الآخر يشكل ضغط علينا طبعا الزمالك في المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحد هتيجي هتقول الزمالك بيفكر فيه أكيد الزمالك بيفكر أنه يكسب أكيد الزمالك بيحاول أنه يعود خسارته قدام شباب بلوزداد شباب بلوزداد اللي هما تحصل على الثلاثة نقاط من الزمالك وفي السادق قهر ولكن بعد كده خسر في ملعبه من الترجل النهاردة بيخسر من المريخ فأكيد الزمالك بيسعى أنه هو يعدل الكفة قدام فريق صعب قدام فريق جاي من انتصار مهم على شباب بلوزداد عنده ست نقاط عنده مباراة أكيد نبيل معلول المدير الفني للترجي عارف مدى أهميتها وأهمية التلات نقاط بالنسبة له أكيد ما يقول أننا في ختام الجولة الأولى دور الأول من المجموعة أننا أجمع من التلات مدشاط تسع نقاط ده بيخلينا حط رجل ورجل ونص كمان في الدور اللي بعد كده الدور الإخصاء طيب نشوف فريرة مدير الفني للزمالك اتكلم عن المباراة وقال إيه؟ قال الزمالك فريق كبير ونخوض كل المباريات في المجموعة من أجل الفوز رغم أن وضع الفريق في المجموعة ليس في أفضل حال ولكن لو لعبنا على التعادل سنقصر والتفى معاه طبعا بنسبة كبيرة جدا في اللي بيقوله ده كلام جميل الترجي فريق متوازن وقوي بدنيا ويدافع بشكل جيد وصبق أن وجهت فرقة التونسية لديها إمكانيات كبيرة العام بالنسبة لنا التوازن النفسي واللعب بدون خوف ويتواجد معنا تلات لعبين جدد لم يعتادوا على طريقة اللعب ولكنهم عناصر مميز سبق أن وجهنا النجم الساحلي بحضور الجماهير وخسرنا بخمسة أهداف مقابل هدف الجماهير نقطة قوة مهمة وقد لا نسمع صافرة الحكم بسبب كسرة ولكن لابد الزمالك يمتلك لعبين لديهم القدر على اللعب في هذه الأجواء يعني طبعا اتكلم يعني أنا ما كنتش حابب أنه يتكلم أصلا في موضوع قبل كده أن احنا مثلا النجم الساحلي وأن احنا خسرنا خمسة أنت آخ ممكن تكون خسرت خمسة قبل كده من النجم الساحلي ولكن أنت برضو نادي الزمالك وكلنا فاكرين هنا يعني جمهور نادي الزمالك كله فاكر ساعتها أن الزمالك رغم أنه خسر من النجم الساحلي خمسة واحد ولكن اللعب جات عملت مطش العمر هنا رغم خروج الزمالك والزمالك كسب النجم الساحلي 3-0 في مباراة شاهدت طرد علي جبر مدافع الزمالك ساعتها في الديئة 3 أو الديئة 4 يعني معنى كده أن الزمالك زي مكان خسر خمسة ولكن قدر أنه يكسر الدنيا في مباراة العود ليه دايما بنتكلم كده وبنقول كده عشان يبقى الكبير كبير طيب حمزة المسلوسي قال إيه حمزة المسلوسي ورأيه برضو عن المباراة مباراة الترجي صعبة وبمثابة حياء وموت بالنسبة لنا نسعى لتقديم مباراة جيدة تليغ بكرة القدم المصرية والتونسية حاجة الزمالك للفوز أكبر من الترجي في ظل وضع جدول المجموعة وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق هدفنا طبعا يعني هو أكيد هو برضو أنا بتفي معاه فإن رغبة عند الزمالك عايزين نشوف على أرض الملعب إن فعلا من بداية المباراة إن الرغبة عند الزمالك أكبر وأكتر من رغبة الترجي ترجي الأمور مستراحة كسبان ماتش جوه وماتش بره عنده ستة بونت ولكن الزمالك بنقول إيه عنده بونت واحد وقلنا الزمالك عنده من اللعيبة وعنده من الخبرات وعنده من الفنيات اللي تأهله إنه هو إيجاري الترجي وإنه يتفوق على الترجي والزمالك تفوق قبل كده وكتير على الترجي فالزمالك يقدر بقدم نظر المباراة في السادة القاهرة أو المباراة في تونس ولكن يبقى الزمالك قادر بتركيز بتركيز لأن المباراة الدهائية عايزة التركيز نمر واحد وكلنا مجربين نادي الزمالك أما بيبقى فيه تركيز من اللعيبة أما بيبقى فيه روح من اللعيبة بتلاقي زمالك مختلف تماما طبعا بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك طبعا أخيرا طبعا كابتن نبيل معلول طبعا مدرب كبير ومدرب من المدربين المخضرمين طبعا في القارة الأفريقية سواء مع الأندية أو حتى مع منتخب تونس قال المباراة هم بالنسبة لنا نريد حصد السلاس نقاط من أجل الاقتراب من حسم التأهل لربع النهائي نعلم أن الزمالك دعم صفوك سلاسة لعبين جدد قبل المباراة لكننا درسنا المنافس جيدا وننتظر دعم جماهيرنا في المباراة طبعا يعني هو أكيد أكيد الزمالك دارس الترجي كويس وعرف الترجي كويس وفي نفس الوقت الكابتن نبيل معلول والترجي أكيد دارس الزمالك كويس وده متفرج على ماتشاط ده وده متفرج على ماتشاط ده ولكن طبعا يبقى التركيز فيه التسعين دي أنا تمنى إن شاء الله يكون التوفيق بإذن الله حليف نادي الزمالك أخيرا قبل ما نطلع فاصل ونستقبل كابتن حسام حسام نجم نادي المصري واسموحها السابق سريعا زي ما قلنا تاريخ مواجهات الأهلي وتاريخ مواجهات الزمالك والترجي عدد المباريات تسع مباريات فوز الزمالك أربع فوز الترجي تلاتة تعادل الفريقين مرتين سجل الزمالك اتناشر هدف وسجل الترجي عشر أهداف هدف المواجهات أشرف بن شرقي مسجل تلات أهداف في الترجي كل التوفيق للأهلي كل التوفيق للزمالك إن شاء الله في المباريات الصعبة واللي بتأكد عليها إنها صعبة فاصل وبعد الفاصل أستقبل ضيفي كابتن حسام حسان نجم نادي المصري واسموحها السابق وكلام كتير عن الواجهات الأفريقية وعن منتخب الشباب وعن الدوري بصفة فهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتاد ودلوقتي طبعا معادي مع كابتن حسام حسان نجم نادي المصري السابق اللي هو يعني اختفى كده عندنا آخر سنتين تلاتة كده مع الكورونا فجأة رغم إن هو كان من أجمد لعيبة خط النص اللي موجودين في مصر واحد من اللعيبة اللي احنا دايما ما بيجن نتكلم مين خد حق ومين ما خدش حقه بنقول حسام حسان واحد من الناس اللي ما خدتش حقه إعلاميا في كرة القدم المصري يا حسام منور الدنيا ومنورني في المنتدى حبيبي يا كابتن مصر أنا مبسوط جدا أنا موجود مع حضرتك وبباريك لك طبعا على البرنامج ده البرنامج بقى له سنة ونص ده احنا قربنا نقفل ونمشي وميش عارف أقول الله حركي على الكلام اللي انت بتقوله ده حبيبي لا ده حقيقة الله ده حقيقة لأنه طبعا يعني احنا لعبنا فترة من الفترات طبعا مع بعض لا ده ليه الشرف ويعني كانت يعني كنا يعني انت عارف انتنا كنا باللفز كده كنت متعب برضه أنا قصي من لعبة ايه؟ من لعبة السائلة في نص الملعب انت لعب كرة كويس واللعب كرة بدفع كويس وبتهاجم كويس وزي ما بقولك يعني اعتقد يعني انت حتى ايه بس انت حظك برضه حتة ايه رغم ان انت حتى سفرت بره ولعبت بره سوى في برتغال ولا في تركيا ولكن برضه ايه انت عارف اللعب الان برضه اللي ما بلعبش ما ببقى في ايه تلميعة تلميعة زياد كانت الدنيا كانت حتفر ولا انت شاف ايه لا صح طبعا والمشكلة كما أنا جابتنا على أيامنا ما كانش فيه الانفتاح الإعلامي والسوشيال ميدي اللي موجودة دلوقتي النهاردة اللعيب اللي بيبصي غلط الناس كلها بتتكلم عليه كويس مش اللي بيلعب صحي كمان يعني يقولك بص غلط بس بس كان فيجر وإيه كان عايز يعملها إزاي بس بس ستايل وعمل إزاي في الملعب وكده فدي فرقة كتير يعني معنا إحنا كاجيلة عموما ويمكن برضو أنت حضرك واحد من الأجيال العظيمة اللي جات في مصر ومع النادي الأهلي وقبلها الإسماعيلي وعمل تاريخ كبير بس كان فيه كورة يعني لحد النهاردة الناس بتتكلم عليكم دايما بالخير ومفيش مقارنة طبعا ما بينكم وما بين الأجيال اللي موجودة دلوقتي لأن دايما كانت الكورة اللي بتتكلم والإمكانات اللي بتتكلم النهاردة لأ يعني مفيش الكلام ده مش موجود يعني فتبص تلاقي منتخب شباب ما بيقدمش مستويات كويسة تبص لقي دوري برضو فرقتين ثلاثة هما اللي كويسين إنما الباقي فمثلا في معاناة على مدار الموسم فدي بتفرق كتير قوي بالنسبة لعيب الكورة عموما يعني طيب خلاص بص أنا كنت حبتدي معك من الأهلي ومتشاط الأفريقية والزمالك والحاجات دي بس خلاص بدام أنت جبت سيرة منتخب الشباب فخليني أبدأ معك من منتخب الشباب أحسن منتخب الشباب بطولة الأفريقية المؤهلة لكاس العالم في أندونيسيا في شهر 5 إن شاء الله والبطولة على ملعبنا تعصرنا في الافتتاح قدام موزنبيق بتعادل خسرنا من نيجيريا الدنيا قامت شوية والنزع لنا ومتدايئة الأداء مش على المستوى المطلوب ومباراة في غاية الأهمية بكرة اللي حتحدد سواء تكمل في البطولة أو ما تكملش قدام السنغال شفت إزاي البداية بالنسبة للمنتخب نناطق يا بص أجابت أن أنا واحد من الناس اللي ممكن تكون عدت عليه المرحلة دي في منتخبات الشباب والأوليمبي وامتداداً للمنتخب الأول فهي الموضوع بيبقى صعب شوية وبالذات وإنت بتلعب على ملعبك وسط جمهورك فأرضك إعلام كله بقى متربس ومستني ومنتظر وشيء عايزين يشوفه الدنيا تروح لحد فين لكن في النهاية أنا أعتابل وحيد بس على اللعيبة بالرغم أن أنت البداية ما كانتش أفضل حاجة بتتعدل قدام موزنبيك لكن أنت لما تيجي تقيم البطولة بشكل عام أنا وجهة نظر أنا الشخصية دي أسهل بطولة تصفيات مؤهلة الكاس عالم أو أي أن كان اللي جاي يقدر منتخب مصر نواية حقها الله يبرافو عليك أنا عايز أقول لك على حاجة أنت لو كنت سمعني في الإنترو أنا من وجهة نظر إما شفت وتابعة المباراة بتاعة البطولة أنا شايف فيه فرقتين هما اللي مسكين نفسهم فرقتين أخوية منتخب السنغال ومنتخب جنبيا في المجموعة ما فيش حد أجابت أنت لا معاك المغرب ولا معاك الجزائر ولا معاك الكاميرون ولا عندك غانا ما فيش حد يعني إحنا البطولة بتاعتنا اللي كانت بتلاقي في المغرب اللي صعادنا من خلالها أولمبيات دي كنا مجموعتنا كان فيها كوتيفور وكان فيها الجابون وكان فيها المغرب ساعتا كان منتخب الشباب دوات كان المسكو سكوب تقريبا كان مستر ميزوس لافيسكوب وكابتن ربيع سين وبعد كده كابتن هاني رمزي جي كمل معانا وروحنا الأولمبيات ولعبنا بطولة أفريقيا خدنا تالت ساعتا كان الجابون أول والمغرب تاني وإحنا التالت بس تلعب بره ملعبك الموضوع صعب هي الفكرة أن انت الوقت ما فيش ضغط جماهيري يعني البطولة برضو الحضور الجماهيري سلب قوي بالنسبة لي يعني الناس مش بتدعم اللعيبة بشكل معين بس انت كلعيب كورة انت فين بقى انت شخصيتك فين أنا النهاردة معلش بتستغل ان ربنا كرمك وتم انطقائك أن انت تمثل منتخب مصر وتلبس تشيرت منتخب مصر فده مش سهل وانت تتحمل مسؤولية منتخب مصر والتشيرت اللي انت لابسه ده مش منفراغ لازم تقول أنا موجود لازم تموت نفسك يبقى عندك دوافع يبقى عندك أهداف معينة تستغل ان المنتخب فاترينا كويسة بتعرض من خلالها إمكانياتك وقدرتك كلعيب كورة كويس عندك 18 سنة الأغلبية العظمى 90% من اللعيبة دي النهاردة ما بتلعبش في الأندية بتاعتها تعال ايس بقى الجيل اللي قبلهم سواء الجيل بتاع كابتن شاوي غريب كان أكبر شوية كان منتخب كولومبيا بس كولومبيا عبوا الجيل اللي قبلهم بتاع كابتن رابعة سنين بيروح ياخدوا البطولة في الجزائر وبيقدم كهرباء وتريزيجي وياسر إبراهيم ومتولي وأحمد حسن كوكا وعمر بسام وأحمد سمير وصالح جمعة بيعمل بطولة جمدة جدا الجيل اللي قبلهم كابتن دياي السيد بيروح يلعب بره البطولة بياخد ثالث وبيصعد يلعب كاس عالم في كولومبيا بيقدم الشدناوي وحجازي وتاحة وأحمد صبحي ومحمد صلاح وبيلتكابتن حسن شحات اللي كان فيه أحمد ميتعب وعمر زاكي أخدوا البطولة بره يعني إحنا دايما متفوقين في الحتة دي لكن أنا مش عايز أن أنا أقصى على اللعيبة برضو هم لسه في بدايتهم وفي بدايت مشوارهم لكن هي المشكلة في مصر الانطباع الأول ما الانطباع الأول ده بيفرق كتير أو مع الجمهور إحنا لعبنا كاس عالم هنا في 2009 آه ما خدناش البطولة وطلعنا من دور التمانية بس فيه لعيبة كتير أو مننا استفادت وتصيطت وخدت ضجة وبروبجاندة كبيرة وبنت على الكلام ده سنين قدام وفضلت مكملة لسنين طويلة اللي ما أجرقش حسن في منتخبنا في اللعيبة في أداء اللعيبة في خلال مبارتين اللي فاتوا إن ما فيش روح يعني ما تحسش إن فيه تحمل مسئولية يعني تحسن إيتا بتفارج على المطشوات ودية للمنتخب يعني اتفارجت على المنتخب في البطولة العربية كانوا أجمد من كده بكتير يعني كان حواش بقى وكان فيه كذا حد البطولة العربية كانوا أحسن فريف في البطولة العربية وليعبنا مع السعودية وفي الآخر وصلنا ضربات ترجيح وأنا كمان يعني أنا باستغرب من النغمة اللي بقالها 24 ساعة دي ولا 48 ساعة بعد المطش بتاع نجاريا الناس كلها عايزة تحمل اللي هو عبد الجليل الكابتن محمود جابر الدنيا واتحاد الكورة لا طبعا أنا بشوف وجهة نظري احنا ما عندناش في الدورة مثلا ميسي ومرادونا ورونالدو والراجل ما خدهمش معا المنتخب هي دي القماشة اللي موجودة ما هو ده عمر فايد اللي الأهلي والزمالك بيتخانقوا عليه وهو ده أحمد حواش اللي الأهلي والزمالك بيتخانقوا عليه وده يوسف حسن وده كريم الدبيس وده بلال مظهر وده أسامة فيصل ما هي دي اللعيبة يعني هو الراجل ما غيرش حاجة على فكرة هي الفكرة أن اللعيبة مش حسة بأهمية البطولة ومش حسة أن هم لو راحوا لعبوا كاس عالم يقدر يبقى نواة قوية ولا حسين أن البطولة في مصر فسهلة فكده كده حنصعد مش وارد برضو يكونوا مستثلين هي ما فيش حاجة سهلة أنا النهاردة مدام بلعب بتشيرت منتخب مصري يبقى أنا بلعب منافس برضو أحسن عشر لعيبة في بلدهم يعني بلعب بس هي الفكرة أنت حرك بتقول السنغال فرقة ماسكة نفسها بس لما تيه القايم فنيا مش دي السنغال يعني يعني إحنا كنا باللعب السنغال فرقة جامدة جدا باللعب غانا فرقة جامدة جدا ونجيريا يا دي نجيريا لا طبعا بس في قلبي يعني اللعيب بيحاول أنا ما عنديش مشكلة أن أنت ما تاخدش البطولة بس في نفس الوقت تحاول وتعمل مطشط كويسة والناس تطلع كلها تسقف لك وتقول لك هارد لك عملت بطولة كويسة أنا كنت شايف أن المنتخب ده كان منتخب كويس جدا إيه اللي مطلوب منهم أحسام وهم يعني خلاص عندهم مباراة بكرة الساعة السابعة ودي مباراة الفرصة الأخيرة إيه اللي مطلوب منهم يعني أنه يكسب يعني هو يعمل إيه عشان يكسب يشيل بقى كل الكلام وكل التعليقات السلبية اللي بتحصل حواليهم الفترة الأخيرة لأنه لعيب الكورة دلوقتي الموبايل في إيده 24 ساعة فبيتابع كل حاجة وعارف إيه اللي بيتقال عليه وإيه اللي ما بيتقالش فإن أنت لازم بقى تفلطر دماغك وتركز وتحدد مصيرك من خلال المباراة لأن المباراة دي أنت بتتكلم في كاس عالم لو أنت ما روحتش لعدت كاس عالم دلوقتي شوف الجيل ده يختفي ده تاريخ لا الجيل هيختفي يا جابتن لفترة لأنه فيه منتخب أولمبي لو ما فيش منتخب أولمبي فوقيك ماشي بأنت اللي جاي لكن أنت هتستنى دورك غير كده ماشي أوكي ما فيه مدرب منتخب الأولمبي البرازيلي ميكالي هو طبعا أكيد حاط تعنيه بيتابع عارف إنه حاط تعنيه على أربعة خمس عناصر من الفرقة ده إذا كان فيتوريا نفسه بيتابع وبيروح وبيحضروا التدريبات والمتشاط بتاعتهم ولكن أنا قصدي بدل ما أنت تخليها أربعة خمسة أنت ما بتعمل إنجاز كتيم لا التيم كمان كله هو اللي بيبقى تحت العين مش مجرد عناصر في شمال أفريقيا وفي أفريقيا بشكل عام بص كل المنتخبات اللي بتلعب دلوقتي في الفريق الأول هتبص لأيوم كلهم يا إما كانوا في كاس العالم 2009 هنا يا إما كانوا في كاس العالم في كلومبيا يا إما كانوا في بطولة أفريقيا للشباب هي المشكلة إن إحنا عندنا في مصر هنا ما بدنا نستفدش من الأجيال كويس يعني النهاردة فين الجيل بتعجبت إنشاءه غريب ده هما تلاقي اتنين ثلاثة بس اللي بيلعبوا مع العالم لو أنت جيت بصت على الجيل كلهم لعبة جمدة وكلهم لازم يبقى ليهم دور دي برضو مشكلة كبيرة عندنا في مصر والفكرة إن إحنا التوقيتات ما بتساعدش حد يعني برضو دوري مضغوط ومشاكل كورونا ودوري ما تلغيش وفي عز إن الناس كلها حواليك بتلغي الدوريات عشان تبدأ من أول وجديد ما أنت المعاناة اللي أنت فيها النهاردة دي بسبب الكلام ده بحبت عارفة وفعل ما تكلمنا أياما في الموضوع ده وقت إن الدوري لو كانت لغى والناس كانوا رياحوا وعملوا فترة إعداده وبدأوا بداية جديدة ما كانتش الناس حتوقت تتكلم في تلاحهم المواسم بس يعني المشكلة إن هنا كله بيبص لنفسه ومصلحته بس ويعني كان عندنا مشكلة قبل كده كبيرة يمكن موضوع تلغشة نسبيا شوية إن الأندية الكبيرة هي اللي متحكمة في القرارات سواء بالنسبة للمسؤولين بقى في اتحاد الكورة أو المسؤولين بالنسبة للقطاع الرياضي في مصر بشكل عامي يعني طيب بما أنك جبت سيرت الكبار نبتد نتكلم على الأهل والزمالك بعد الفاصل أشوف رأيك في مبارسة زمالك والتراجي والأهل وصندوق فاصل ومكملين مع حضراتكم في المنته اشتركوا في القرارات مباراة طبعا صعبة جدا على النادي الأهلي وخصوصا بعد مكسب الهلال النهاردة أصبح عنده ست نقاط سانداونز عنده ست نقاط فمطش النتاج اللي حصلت دي هتضغط على النادي الأهلي وهيبقى مجبر إنه ما قد موش حل غير المكسب لو عايز يروح في حتك وعيسها في البطولة لأن البداية ما كانتش أفضل حاجة مخلص كاس عالم أندية عندك إجهاد عندك إصابات بعض اللعيبة الراجل برضو عنده ميزة بيعرف إنه يتعامل مع المواقف دي بشكل كويس إنه بيطبق سياسة التدوير بطريقة احترافية مش أي حد يعرف إنه يعملها بالشكل اللي هو بيقدمه ده لكن فنيا أنا شاف إن فريق سانداونز من الفرق أو عموما جنوب أفريقيا بشكل عام من الدول اللي بتبقى شبه مصر شوية في الكورة يعني ما بتعتمدش على الخط والجري والكلام ده كله على قد ما هي برضو عندها كواليتي كويس بالنسبة اللعيبة يعرف يعدي يعرف يعمل استحواز يعرف إنه يشتغل معاك ند لند وشوفنا دايما ماتشات سانداونز والأهل دي بيبقى يعني من الماتشات الكبيرة أو اللي موجودة في أفريقيا كورة دايما فيها كويسة كورة مفتوحة وتلاقي هجوم هنا وتلاقي هجوم هنا بس خلينا كلمك برضو على كولر ويه الفترة اللي هو همسك فيها من أول السنة والتطور اللي شاهدوا النادي الأهل وإنتم كنت بتتكلم في نقطة مثلاً لها إيه إن أنا التغيير والروتيشن ليه لإن أنا أولاً عندي ثقة في اللعيبة ثانياً اللعيبة كلها جاهزة وده ما كانش حاصل أيام مسيبنة ما كان معتمدة على 12-13 لها بكرة الماتش مفيش حد يعرف الراجل يلعب بمين ودي ميزة إن كل اللعيبة مركزة وكل اللعيب عارف إنه هو لعيب أساسي في الفرقة حتى لو أنا مش هلعب أو بيبمن التراي ماتش اللي أنا مش موجود بس مش زعلين لأنه عارف إن الماتش اللي جاي أو اللي بعده أنا أكون موجود في الملعب بالزبط فدي مش يعني دي ميزة مش أي حد يعرف يعملها ومش أي مدرب يعرف يتعامل بالمنطق ده ياما جات مدربين على النادي الأهلي محلين ومحترفين آخرهم كان مسيماني معلش كان بلعب ب13-14 لعيب لما الاتنين تلاتة لعيبة اللي كان بيعتمد عليهم بدنياً يعني استهلكوا تم استهلاكهم أو وقعوا شوية هو معرفش إنه هو يسع في الفرقة لإيه؟ لأنه موت بقية اللعيبة التانية إنما الراجل ده يعني الراجل بيلعب نهائي يعني في كاس العالم بالنسبة له مديليا قدام فلامينجو بيغارة أربعة خمسة في التشكيل ما عندهش مشكلة الهلال بداية أفروكيا المفروض يعني بداية قوي إن أنا أخذ التلاتة بنت وبعد كده أدور على الحتة دي لا هو عنده مبدأ بيطبقه على كل اللعيبة لكن هو فنياً الماتش بكرة مش هيبقى مستحمل الكلام ده على قد ما هو يبقى مستحمل إن أنا لازم أخذ التلات نقاط بأي شكل من الأشكال أنا بيعجبني كولر بصراحة يعني من بداية الموسم زي ما حرق قلت اختلاف بشكل غير طبيعي في شكله أداية نادي الأهلي الفترات اللي فاتت حتى مع موسماني في ظل إن نادي الأهلي كان بيحق بطولات كبيرة لكن برضو كان عنده تزبزف في المستوى وفي الأداء وفي البلد يكن عامل زي اللامبا كل شوية ينور ويطفي ينور ويطفي إنما الراجل ده فيه أسلوب لعب الأهلي بيلعب كرة كويسة بيبدأ من تحت بيطلع بشكل تسلسلي بيعمل ضغط عالي بيعمل استحواس كويس بيستخدم الجبهات وبيعالج النقص العدد اللي موجود عنده في حتة المهاجم الصريح دي إن لو جيت لحظت هتلاقي نادي الأهلي على مدار السيزون ما بيجيبش عمره ما جاب كرة هدف من كرة عرضية هو باستثناء كرة بتاع الكهرباء المطش اللي فات ليه لأنه الراجل عارف كويس قوي إن ما عندهش المهاجم اللي يقدر يترجم له الكلام ده فبيبدأ إنه يشتغل على الجبهات ويبدأ إنه يشتغل من العمق ويستغل القدرات الفنية اللي موجودة عند السلية وعند حمد فتحي وعند آفشا وعند آليو ديانج وإحنا كنا بنشوف حمد فتحي بيعمل الزيادة دي السنين اللي قبل كده مع مصممين لاب سرعة حمد تطور بشكل كبير جدا ولكن طب إنت مثلا دلوقتي إنت مباراة بتقول مطالب فيها مثلا إن إنت تكسب وإنت الراجل بيغير بيغير كتير قدام سانداونز مع فريق بيمتاز بالسرعة عايز تعمل عليه هجوم وفي نفس الوقت يبقى بيمتاز بالسرعة شايف مين الرباعي اللي يلعب أمامي هو بقى هو الأنسب لمباراة سانداونز بالسرعة إنه يلعب 4-2-3-1 مين ما لعبش 4-3-3 4-2-3-1 إنت بتتكلم في 3 تحت المهاجم أنا شايف إن كهرباء لازم الراجل يستخدمه بشكل أفضل أو يستغل الحالة الكويسة اللي هو بيعملها يمكن كهرباء ممكن أنا بالنسبة لي يعني لأن كهرباء لعيب كبير جداً أنا شاف إنه لسه ما وصلش للتوب فورم بتاعته ومع ذلك بالخبرة وبالشخصية في الملعب والإمكانيات بيعرف بقى أقل الحلول يسجل فإن أنت تستفيد بوجوده إنه يلعب صانيا لعبة أو يلعب شادو سترايكر ويتلعب قدامه محمد شريف وزي ما أنت حسين الشحات وأحمد عبدالقادر وتلعب اتنين في وسط الملعب يخدموا على الناس دي بشكل كويس وإن أنت تبقى بتأمن الجبهات بتاعتك في ظل بقى زيادة محمد هاني لو هيلعب أو علي معلول بيبقى بيميل عليهم لعيب من وسط الملعب سواء أليو ديانجا أو حمد فتحي لأن دول الأقرب اللي بيعرفوا يشتغلوا الحتة دي كويس يمكن السلية أدوره بتكون أميز لما بتلعب بتلاتة عكس لما بتلعب باتنين في وسط الملعب فأنا شاف إن الراجل لو لعب أربعة تنين تلاتة واحد هيضغط على فريق ساندونز ويكبر ساندونز إنه ما ينقلش عليك ويطلعب الكرة من تحت بتعمل ضغط عالي وبتبقى أنت خلاص أنت مديله الإحساس إن أنا نازل أنا هكسب المباراة بتعمل ضغط قوي هجوميا بمأمن نفسك في وسط الملعب باتنين بيعرفوا يتمركزه كويس ومعدلات جريوم عالية اللي هو حمدي وقاليو ديانج وكورتهم كويسة مع الرباع بتاع خط الظهر أظن إن الأمور يكون أفضل يعني مباراة مهمة وقوية جدا برضو ما بين الزمالك وإيه الترجي التونسي شايفها إزاي وإيه اللي مطلوب من الزمالك في مباراة الترجي يعني وتقريبا موقف الزمالك أصعب شوية من الأهلي لأن الأهلي لعب مباراة وحيدة لسه عنده مباراة مؤجلة تاعت القطن تقريبا صح بزرط يوم تلاتة تلاتة الزمالك يعني مطش اللي فات أمام المريخ أنا شاف إن الزمالك عمل مطش كويس يعني هو بس كان ناقص إنه يترجم الأداء بتاعه بهدف فرط يعني ده مطش تزال عليه وأنا كنت طلقته مرتين تلاتة ده مطش تزال عليه لإن الزمالك فرط في مطش لكن مطش مثلا بوليس داد كان يعني أوت في مودة وما كانش في يومه الزمالك بشكل عام وكان متأثر بالفترات اللي فاتت لكن بعد مباراة سموحة أنا شاف إن الراجل بدأ يبني كويس جدا خد المباراة دي بشكل إيجابي عمل مباراة كويسة أمام المريخ الإيجابي في المباراة إنه هو مخصرش لكن السلبي إنه كان كويس وكان يقدر يكسب ومكسب كان هيفرق معه كتير هيعوضه عن الهزيمة الأولى وبعد هزيمة طبعا بالإزداد المباراة التانية أمام الترجي وإن النهاردة الترجي عنده ست نقاط وهتلعب الترجي على ملعبه برضو بدون جمهور فهيكون مباراة يعني خمسين خمسين يعني أنا شاف إن المطشة هيكون صعب على الزمالك يمكن فريرة ما عندوش الرفاهية وما عندوش المرونة التكتكية في الملعب زي اللي موجودة عند النادي الألي لأن الاسكواد في الزمالك يعني مساحته سبيلار خد بالك فيه لعيبة برضو خد بالك يعني لعيبة كانت تفرق أكيد مع نادي الزمالك يعني سيبك من بنشرق خلاص ده كان موضوع وانتهى خلاص من السنة اللي فاتت ولكن إمام لسه ماشي وإمام كان عنصر مهمة جدا في فرقة الزمالك أحمد فتوح مش هيبقى موجود وده برضو عنصر مهمة جدا في فرقة نادي الزمالك والتأثير الكبير اللي عمله في ادفاع نادي الزمالك من نزل ساعة إصابته يعني أنا بس الوينش راجع يعني البدء يرجع خلاص آه بس لسه يعني برضو وانته برضو أما حيرجع أكيد حيرجع واحدة واحدة ومش حيرجع الوينش اللي اعنا نعرفه لأن ده وضع طبيعي بتبقى الموضوع صعب يعني هي الفكرة زي ما بقول له حضراتك السكواد بتاع الزمالك على الرغم أن الزمالك جاب صفقات كتيرة جدا لكن برضو التوقيت بتاع اللعبة بتاعة اللعبة داخل الملعب ما كانش مناسب فبالتالي عمل عليهم ضغوطات من بداية الموسم مع النتائج السلبية والهبوط في المستوى حتى النهار ده أحمد سئد زيزو برضو أصبح متأثر بالموضوع ده وبدأ يبقى فيه هبوط في الكيرف بتاعه نوعا ما لكن هي الفكرة أنا شايف أن الهبوط في مستوى أحمد زيزو حتى في فترة من الفترات خد بالك زيزو لما هتيجي تشوف أرقامه سواء اللي مسجله ولا اللي صنعه هتحس أنه هو مستوى ما نزلش لا أنا شايف أنه هو مستوى ما نزلش بس أنا بتكلم على الحال اللي الناس بتتكلم عليه حتى لو مستوى نزل زيزو من الناس اللي لازم تعذرها للمستوى نزل لا هتكلم في العيد بقى له ثلاث سنين لا الناس هي واخد انطباع يعني زيزو آه بيكسبني 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 من السنة اللي فاتت ولكن حتى الراجل ده حتى لو عمل كده الراجل معزور لأن الراجل ما بيستش ماشر أنا شايف من رجل نظري كمان يعني زيما حراك بتقول هو راجل بقى له ثلاث سنين أداء سابت أداء تصعودي فارق بشكل غير طبيعي ومؤثر في الفرقة والفكرة أن ما فيش حد بيساعده يعني أنا حتى بعد ماتش السوبر بتاع الأهلي والزمالك في بداية أول ما كولر جيه كنت أنا يعني في برنامج وكيه وقلت يا جماعة أن نادي الزمالك يفتكروا الكلام ده يخش في مشكلة كبيرة جدا الفترة اللي جاية ليه لأنه ما استعدش وما عدش نفسه بشكل جيد اللي جاي واللي جاي يكون أصعب بكتير من اللي راح هو آه جاب صفاكات لكن كلها صفاكات على الورق لما تيجي تبص داخل نادي الزمالك هتلاقي برضو لحد النهار ده هو زيزو هو الوحيد مفتاح اللي اللي موجود في نادي الزمالك هجميا خد بالك الزمالك من بداية الموسم برضو مباراة الهلال اللي كانت موجودة فيه ما بين الموسم وما بين الموسم دي ما خليتش إن الزمالك برضو يسترح كويس ماشي بس ما كانش عليها اللوم أو على اللعيبة يعني ما كانش فيها ضغط على الفرق أو على بطولة راحت منك بس عادي ما فيش مشكلة أنت كنت محقق دوري وكاس لكن الناس كلها عدبتك على ماتش السوبر وفضلت أنت متمادي بقى بعد ماتش السوبر ماتش كويس وعشرة لأ ماتش كويس وعشرة لأ صفقات محترفين مش على المستوى حتى اللعيبة المحلية مش قادرة تثبت وجودها فانت برضو جبت صفقات بالقسم لكن في النهاية التشكيل لما تيجي ببصة تلاقي هم هم اللي بلعبوا بتاع السنة اللي فاتت والمؤسرين هم هم مأمام عشور وصفة دين الجزيري شوية شوية يبقى كويس برضو شوية يبقى حلو واحمد ساد زيزو فلما زيزو ده ما حرق بتقول يقل شوية ده طبيعي لكن يا الفكرة الرجل هيتعامل بقى إزاي الفترة اللي جاية في أفريقيا مع أن الزمالك بقى له ثلاث سنين تقريباً أو ثلاث نسخ خروج متتالي من الأدوار التمهدية مش قادر أنه يوصل لأبعد نقطة في البطولة يعني الموضوع فيه ضغط كبير قوي على نادي الزمالك توقع الأهلي وصد نونس كم كم؟ اتنين سفر للأهلي الزمالك والترجي؟ واحد سفر للزمالك واحد سفر للزمالك اهي أمتوقع الزمالك يعمل مكش كويس طبعاً يعني ياريد طبعاً نتمنى كل التوفيق ويبقى توقعات الكابتن حسين حسن بفوز الأهلي والزمالك إن شاء الله مع عرض كويس ونتيجة كويسة ولو ما فيش عرض كويس أهم حاجة تبقى النتيجة نتيجة كويسة تفيد الفرقتين فيه اللي جاي وتحسين مراكزهم فيه المجموعات حسن مشرفتني ونورتني إن شاء الله أنت أبلع لك بإذن الله حبيبا كابتن اللي كنت سعيد جداً أنا موجود معاك وإن شاء الله كن موجود معاك تاني قريب بإذن حبيبا حسن وأخيراً بنقول تاني وتالت ورابع كل الدعم المنتخب الشباب في مباراته بكرة قدام المنتخب السنغالي إن شاء الله اللي هتلعب الساعة سبعة في استاد القاهرة وإن شاء الله بإذن الله يفرحنا ويسعد ويبقى بكرة عندنا أربعة منط إن شاء الله نسعد ونكمل فيه البطولة كده انتهت حلقتنا من الريمونتادة بكرة يوم جديد وحلقة جديدة تسبوع على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة